مرحبا برج الاسد اهلا فيكم في القراءة العامة هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري ثالث اسبوع ورابع اسبوع الى اخر الشهر الفرق الوحيد اني ما راح احدد بالضبط هل هذا وضع في الوظيفة هل هذا وضع عائلي مع الشريك انت اللي لازم عزيزي تاخذ القراءة وتحدد على اي جانب من حياتك وممكن على كل الجوانب تنطبق هاي القراءة بشكل عام قبل ما ادخل في التارو شنا ايه طاقة برج الاسد برج الاسد في اشخاص انت الاسد انت الملك انت ملك وان كنت بدون مملكة وان كنت ما تملك الكثير انت دائما تكون ملك على شي معين او على شخص معين هنا في اشخاص يحاولون ان يعزلونك لما انا كنت قاعدة اترجم الطاقة اللي جدامي برج الاسد كان دائما يرد على طاقتي ويقول لي انا ما عندي شيء اساسا يعزلوني منه ما عندي شيء اساسا اخسره هنا قاعدتين طاقة برج الاسد اللي خسر الكثير سابقا فيفكر الحين خلاص ما عاد عندي اي شيء اخسره ما عندي مشكلة اني اخاطر اكثر اخاطر اوكي اللي ما تعرفه ان لديك ما زال الكثير لتخسره خصوصا على مستوى النفس انزل فيه اشخاص قاعدين تشوفونك من بعيد وان كنت ما تملك مادة اكثر منهم او سعادة اكثر منهم زواج انجح منهم ولكن شوف القليل اللي في يدك الشيء البسيط اللي في يدك الحين قاعدين يحسدونك عليه ويحاولون يبعدونك عن هذا القليل اللي تملكه وانت هنا في هاي الشهر في رحلة شوي فيها صعوبة رحلتك لان فيه مغريات رح تقدم اليك فيه طعم كذا طعم رح يحاولون يعطونك اياه عشان بتنازل عن شيء مهم انت تملكه ممكن كرامتك ممكن وظيفتك ممكن علاقتك مع ابناء علاقتك مع اصدقاء فيه نوع من اغرائك بالطعم او حتى ممكن يكون رشوة انت اللي خذ القراءة وهاي الاشخاص بنكك على شغلة برج الاسد هاي الاشخاص اللي طاقتهم ويطالعوا واضحة في قراءتك هذلين اشخاص في السابق كانوا لاهين عنك كانوا مشغولين بنا صغير او يدهم فترة جدا مبتعدين عنك الحين هما في طاقة رجوع طاقة تحين تفرغنا الى برج الاسد خلنا نرجع له ونشوف شنو قاعد يسوي في حياته نحسب على اللي موجود في حياته وايضا نخلي يخسر اللي موجود هذا الكرت اللي تكرر في اكثر من قراءة نوت فوريو نوت فوريو هذا الكرت يقول لي بالذات لك انت ان في الفترة القادمة العزلة لا تخوفك العزلة هي الحل العزلة لان انت عندك هني كأنما شطرنج عندك مجموعة يمين ومجموعة يسار وهني يقول لك لا الرفض انت تنضم الى اي خلاف ممكن في اشخاص مختلفين او يحاولون حتى يجرونك الى خلافهم الخاص يحاولون ان يشتتون انتباهك عن حياتك الخاصة بان يجرونك الى خلاف ممكن يعني مثلا نفرض ان انت عندك مجموعة اصدقاء او مجموعة في العمل انت هني اشوفك متصالح مع الكل ولكن في اشخاص رح يحاولون انتقربون منك زيادة عشان انت تنضم الى مجموعاتهم هني كأنك انت سويسرة اوكي هني في مجموعة الحلفاء هني في مجموعة ثانية وعندنا حرب كل واحد يابس سويسرة تنضم الى فريقهم ممكن يكون هذا السيناريو في العمل ممكن يكون في محيط الاسرة ردك انما تبارح مكانك ما تاخذ اي موقف تجاه الخلاف لانه هني اللي قاعدة احسه اساسا انت ما راح تستفيد شيء ثاني شيء انت ما يخصك في اللي قاعدة يصير هني كأنه ما احس في صراع العمالقة صراع على على الشيء كل واحد يابس بتنفسه انه هو صح لا يجرونك الى هاي الغلط اللي قاعدة يصير بينهم اوكي لا تنضم لولا احد في الفترة القادمة كل الاشخاص ما راح تكون نيتهم بتقريبك انت صافية عندهم نية شوي سيئة هاي المجموعات كذا مجموعة لانه هني موجود عندنا الحيروفنت كرت برج الثور المأذون مع سبع الخماسيات هني ممكن حتى يستعملونك عشان او يحاولون مثلا اذا انت صديق مع كذا الشخص بتشوف اثنين منهم مثلا في الفترة القادمة يحاولون يتقربون منك زيادة يخلونك يتغير رايك تغير احترامك لصديق ثالث عندكم او تنقلب يحاولون يخلونك تنقلب او تاخذ موقف من شخص انت هناك انا مو متأكد قاعدة تقولي يا برج الاسد هذا الشخص ما اذاني من قبل ما شفت منه اي شيء سيء نعم قالت لي معاه اختلافات ولكن ما اذاني هذلين الاشخاص رح يقدونك بشكل شخصي اذا وثقت فيهم هني كأنما الطاقة تقولك لا تعطيهم الثقة لا تعطيهم بر الامان ابدا ولا تخليهم لا تسمح لهم ان ياثرون على وجهة نظرك بشخص او بفكرة معينة ممكن عندك فكرة مشروع يحاولون يقولون لك لا مشروعك ما راح ينجح عندك شريك يحاولون يراونك ان شريكك مو زين او ما راح يعطيك اللي تبيه عارفت عندهم طاقة التأثير وان كانت حتى هنا نفرض ان نواياهم زينة ولكن انت عرف مصلحتك مو اهمة نروح الى طاقة الاسبوع اللحظة اللي تتكشف لك فيها الامور وتاخذ موقف لكن تاخذ موقف مو للانضماء ولمجموعة الف ومجموعة باء ان انت تكون وحيد ملك الغابة هذا الاسبوع يختار ان يكون ملك وحيد بدون حاشية بدون حلفاء بدون حتى قطيع لان كلهم راح تيك منهم اذية عندنا ملك الاكواب مع الخماسيين لما اتشوفوا هنا الهاير باور هذا الكرت يتكلم عن القوة العلية اللي احنا نملكها القوة الداخلية ولما تطلع خصوصا مع ملك الاكواب ممكنك تتعامل مع اشخاص برجهم مائي ولكن لما تطلع مع هذا الشخص احس ان هاي طاقتك انت طاقتك راح تزيد خصوصا لما تركز لما تظل ثابت على موقفك في الاسبوع الاول راح تنكشف لك وتصير بسرعة تقدر تعرف نوايا الاشخاص تجاهك فيه اشخاص راح يحاولون يتقربون منك يعرضون عليك شيء اوكي انت فيه على مستوى معين قاعد تقول انا ما عندي شيء اخسره او اهمشين راح يكسبون عن طريق تقربهم لي انت سطحيا ما راح تقدر تفهم هذا الشيء لان هاي الامور تنفهم بالروحانية بطاقة الحرس بطاقة الاحساس بطاقة الروح الروح شنو قاعدة تقولك مو بطاقة الاشياء المادية انه مادية ما راح يسفيدون مني او ما عندهم طريقة يقدوني فيها لا ثق بالروحانية خلال لان من تسأل نفسك راح يكون انت لعندك الجواب ويمكن فيه شخص ايضا رجل او امرأة شوي اكبر منك في السن اوكي قلبهم عليك في الاسبوع راح ينصحونك لو انت حسيت نفسك شوي مش واثق حسيت نفسك انه هل تصرفك صحيح ولا لو عندك نوع من التساؤل ارجع لهذا الشخص الحكيم اللي انت ثق في وجهة نظره الشخص اللي انت متأكدنا دائما قلبه معاك واسأله بخصوص الموضوع راح تشوف انه فعلا هو نفسه يحذرك من هادلين النوعية من هادلين الاشخاص يحذرك من الانضمام لهم اما انت نفسيا نفسك وبروحك راح تعرف هذا الشي اما برجوعك الى شخص اكبر سنا واكثر حكمة منك اوكي ولكن هني كأنما طاقة شجعك خلال الاسبوع الثاني انه طاقة هذه ترى الخماسين هي نفسها طاقة التلاعب طاقة اني انا اظل موجود في نفس المكان اظل احتك مع الاشخاص بشكل سطحي ولكن ما اختار يمكن عندك علاقتين يمكن عندك خيار الف خيار بق اظل في الزواج اطلع من الزواج اظل في العلاقة اطلع من العلاقة اظل في العمل اطلع من العمل الطاقة في الاسبوع الثاني تقولك هذا ليس وقت جيد من اجل ان تاخذ قرار مصيري خلك في في ترى احنا دائما نفكر اننا مضطرين نختار اما الف اما بق شن قاعد الطاقة تقولك في اول اسبوعين في دائما خيار ثالث الخيار الثالث بالنسبة لك انت ان ما تختار لا الف ولا بق لا تترك الوظيفة ولا حتى انك تظل فيها طول العمر فيه هني اللي يسمونها المساحة الرمادية في الحياة اللي انا اظل لحد اشعار اخر انا اظل بدل ما اهم يتلاعبون فيني انا اتلاعب فيهم بدل ما اهم يتحكمون فيني انا اتحكم فيهم ولكن بطريقة اني اكون صديق لالف وايضا صديق لباء هنا كأنما يساعدك او ينصحك التارو ان انت اخلق لنفسك مساحة من التلاعب ولكن التلاعب الصحي لان انت مت تلاعب فيهم انت هناك انا ما قاعد تحمي نفسك عن طريق عدم اختيارك لأي مجموعة او لأي حزب انزين تكون بين البين هذا طاقة ثاني اسبوع طاقة ثالث اسبوعي يقول لك تغيير في مجرى الرياح في سبب التارو قال لك لا تختار لا يمين ولا يسار مو بس لان احتمال يأذونك بقول لك ليش سبحان الله هناك كأنما انت لو كنت اخترت ان تنظم لو اخترت بسرعة اما تترك الوظيفة اما تبقى لو بسرعة رديت على عرض الزواج لو بسرعة رديت على عرض الحب اما اني اوافق اما اني ارفض الابيض الموافقة الاسود الرفض هناك كأنما في الاسبوع الثالث رح تكتشف ان مهما اخترت ما كنت تملك المعلومات الكافية ما رح كانت تتكشف لك الحقائق بهالكثر من انك الظل غير مقرر الطاقة تقول لك يا اسد لا تقرر انتظر حتى الاشخاص يراوونك لونهم الحقيقي لان تشوف انا شكتلك ابيض واسود صح الحين على طر رح تفكيري حقي هنا الحمار الوحشي لهو خليط من الابيض والاسود خليط اوكي فكأنما يمكن حتى تطلع مجموعة ثالثة يطلع خيار ثالث امامك افضل من خيار الف او بق او تتكشف لك حتى فعلا حقائق العرض الاول والعرض الثاني حقائق عن هاي الاشخاص رح ينفرز الابيض من الاسود عندك في ثالث اسبوع هاي اللي انت تحتاج تنتظر حدوثه قبل ما تقرر كأنما هني في ثلاثة السيوف انت تقول اذا بعضكم رح يتسرعوا يختار رح يكون عندكم ندم اذا ما اخترتوا وسمعتوا نصيحة التر وظليتوا بين الابينين ما عطيتوا رد بخصوص هاي الاختيار ما عطيتوا رد للمجموعة رح تقولون الحمدلله الله سلمنا من كيد الكائدين او الله ستر ان انا تخيلوا لانا وافقت على هاي الزواج طلعت مصيبة كبيرة بخصوص سمعت هذا الشخص مثلا تخيلوا لانا وافقت على الذهاب والعمل مع هاي الشركة الشركة ما صار لها شهرين ما صار لها فترة بسيطة صار عندها فضيحة كبيرة او اعلنت افلاسها او طاحت اسهمها في كذي ان مصيبة رح انت تسلم منها بسبب قرارك لعدم بسبب ان انت تمسكت بعدم اتخاذ قرار على قولتهم عدم الرد رد هاذا هي طاقتك ثلاثة السيوب انت باختيارك ان اما تصيدك اما ما تصيدك هاي المرحلة مرحلة الندم اذا ما تختار والظل بين الابينين ما رح يصيدك الندم رح تحس ان الله سلمك هنا النجمة كان برج الدلو احس هنا نفس الشخص ممكن يكون حتى برج هوائي مو مائي ولكن لا تنسى برج الدلو هنا عنده دلو ماء في يده عنده القدرة على كشف ممكن هذا برج مائي او هوائي ولكن هذا الشخص عنده قدرة على كشف نوايا الاشخاص انزين احسك هني كأنه ما رح تخوض في حديث مع هاي الشخص اوكي اللي قتلك يعطيك الناصيحة و يساعدك ان اتخيل من الجيد ان انت يا برج الاسد ما وفقت على هاي العرض و ايضا هني احس هنا في عرض ثالث عرض ثالث عرض افضل يأتيك في الطريق يأتيك بنية صافية تحقيق امنية لان عندنا كارت النجمة امنية تتحقق لك يعني مثلا نفرض ان انت هني سويسرة وصاير حرب بين كذا دولة رح يكون في نفس الطائر نفس الخيار الثالث اللي في اخر لحظة في ثالث اسبوع ينتشلك من المعمعة ولكن شنو الشرطة هني الشرطة ان انت في اول فترة لحب ما يطلع عندك الخيار الثالث ما تقرر بخصوص هذه الخيارين لان ما رح يطلع الا لما تنتظر الا لما انت اصلا ما تختار فاذا اخترت انضيعت على نفسك هاي الفرصة فرصة رقم ثلاثة رح نسميها هني فرصة رقم ثلاثة الفرصة الافضل الفرصة اللي انت استحقها اوكي ولكن احس فيها نوع من السرية بتقول لي ليش السرية لانها ذكرت برج الدلو انت الاسد الكاونتر بارت مالك هو برج الدلو يعني انت الحزب الحاكم المعارض هو الدلو هو الشخص اللي ما باقلك يصطدم معاك ولكن هو الشخص اللي قوته تمشي مع قوتك نفس مستوى القوة فكأنما هني رح يأتيك عرض بسرية اوكي بهدوء فيه نوع من طاقة الليل في الظلام بهدوء بدون ما حد يدري وانت توقعه وتوافق عليه اوكي وتختاره بدون ما هذلين الناس ابدا يحسون فيك او يدرون الظلم وتمسك من ناحيتهم انه ما تعطيهم قراره وكلمة نهائية وبالعكس تمشي في دربك ورح يصادفك عرض افضل ولكن هني النصيحة خلال اسبوع الثالث ان انت حافظ على سرية وجود هاي العرض في حياتك اوكي الاسبوع الرابع والاخير the tribe the tribe القبيلة انضمامك الى مجموعة الى وضع الى اشخاص ما بقولك يساندونك 100% يساندونك مليون فلم اهني انت موجود مع اشخاص معارفين قدرك نبتدي بداية الشهر اشخاص معارفين قدرك اشخاص ما يتمنون لك الخير مع نهاية الشهر اذا مشيت على هاي التسلسل راح تلاقي نفسك بين ناس مو من اهلك مو دم ما في بينكم دم ولكن سبحان الله يخافون عليك اكثر من اهلك اهني نهاية الشهر لحظتك انت تستغرب ان شلون ناس بها الطريقة قلبهم علي بها الشكل انا كنت بين اهلي او كنت في شركتي القديمة وما خافوا عليها الشكل او شلون الغريب يحبني اكثر من واحد من دمي شي جدي ان راح تنضم الى اشخاص بعيدين عنك دما ولكن اقرب الى قلبك مع هاي الكارت عندنا من التارو ستة سيوف وثمانية الاكواب وايد احسي هني طاقة الرحيل خلاص اخر اسبوع من اكتوبر انت خلاص وقعت عقد او اخذت خيار رقم ثلاثة وتمشي فيه تمشي فيه بطريقة هذا ايضا المشي بهدوء ان احنا مثلا نفرض ان هي وظيفة اوكي وانتوا بعد طبقه نفس الشي اذا كان اهو عرض زواج اوكي من شخصين مختلفين في بداية الشهر انت الظلم وصر ان ما تاخذ خيار الظلم وصر على طاقة معلقهم ما تعطيهم قرار لحد ما نصل الى نهاية الشهر شنو راح تصير نهاية الشهر يطلع لك خيار رقم ثلاثة تطلع لك عرض وظيفة رقم ثلاثة افضل واحسن واصفة اوكي هنا يحرصك في نهاية الشهر على ان يتم انتقالك الى هذا البيت الجديد الى هذه الوظيفة الجديدة الى هذه العلاقة الجديدة بكل هدوء القارب في وسط الماء في وسط المحيط ما يسوي اي نوع من الضوضاء هدوء واذا تشوف الاشخاص شو اللي لابسين لابسين نوع من الرداء فيه انتقال نفسي هني طاقة النجمة تتبعها طاقة انتقال بدون ما يحسون فيك لان هني الاشخاص اذا حسوا فيك كأنهم عدوان فيه اشخاص هني ما يبونك تحصل على مرادك ما يبونك تحصل على الشيء اللي انت استحقى نهاية الشهر فاحرص ان انت تكون مثل المتخفي عميل سري كأنك انت قاعد تسوي شي غلط بس انت مقاعد تسوي شي غلط بس لازم عشان ما يحسدونك يدخلون يخربون عليك محتاج نوع من السرية والرحيل عن مكان ما احس هني فيها نقلة الى دولة الى منطقة ثانية الى سكن حتى جديد وكي رح تضطر تترك شي عشان تلتقي بهاي العرض الافضل على الجهة الثانية وهذا عندنا هني كرت القبيلة عشان تنضم الى اشخاص افضل في رحلة بالضبط هاي الرسالة انه في رحلة خلال احتمال نهاية شهر اكتوبر او بداية نوفمبر رحلة رح تضطر تاخذها بروحك يعني مثلا لو سفر طيارة رح تضطر تسافر بروحك في الطيارة او تسافر بروحك ماشيا على الاقدام اوكي خصوصا ان انت ما راح تخبر الناس بالضبط شنو نيتك للسفر هذا الطاقة هني وتسافر وحيدا اوكي من اجل انه تلتقي في هذاك المكان بالاشخاص اللي يستحقونك بالاشخاص اللي يقولونك يا برج الاسد وينك انت من زمان اللي يقدرونك صح ولكن في نوع من محتاج انه انت انت تنتقل وحيدا تسافر وحيدا شي جدي او تقرر حتى على الاقل وحيدا في نهاية الشهر رح اسحب لك الحين الطاقة الحيوانية فايرفلاي 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 انصرها هوائي احتمال كبير انك رح تتعامل مع برج هوائي ولكن البرج الهوائي هو البرج اللي على هاي الجانب اللي طاقته هني قاعدة تصير اوكي اللي قاعد يحاول يسحبك للحياة الافضل الفايرفلاي هني كأنه ما قاعد يحذرك هاي الطاقة انه انت مادر ليش سبحان الله كل الاعيار رح تكون عليك اي حركة رح تسويها وان كانت بهدوء رح سبحان الله يحسون بها هاي الاشخاص بدون حتى ما تتواصل معاهم تشوفهم اهم اتصلوا فيك يبون يعرفون اخبارك كأنهم يحسون او يمكن مسوين لك عمل مسوين طاقة استبصار بخصوصك عشان بسرعة يهم طاقتك يحطون عينهم عليك ان انت يحرصون ان انت ما تروح عنهم مكان اوكي انه ما يخسرونك لصالح شخص افضل هاي الحشرة ترى تضيء في الليل فانت لازم تكون هاي الطاقة تحذرك ان انت تكون حذر زيادة ساكت زيادة مو واضح اكثر من العادة لا تكون واضح اوكي في انتقالك الى هاي المكان الجديد الى هاي العلاقة الجديدة الى هاي العرض الجديد لان تشوف اليراعة مع انها جدا حشرة صغيرة لكن ضوءها بسرعة لانه انت في وسط الظلام لانه انت عنديك نوع من التوقف حاليا في حياتك فاي حركة احسونها منك هاي الاشخاص رح يحسون تحت راسك شيء وبعدين يحاولون يصطادون اخبارك لازم تكون حذرة زيادة عن هذي برج الاسد هذي كانت قراءة